حززت مملكة البحرين من منظومتها الرقبية على المؤسسات الصحية في جميع محافظة المملكة وذلك من خلال برنامج الاعتماد الوطني للمؤسسات الصحية حيث يتم تقييم أداء المؤسسات الصحية وفقا لمعايير عالمية بما يكفل سبل التحسين المستمر لنظام الرعاية الصحية بجودة عالية في طار حرص مملكة البحرين على تعزيز منظومة الرقابة على المؤسسات الصحية وفق أعلى معايير الجودة العالمية تواصل المؤسسات الصحية المضي قدما في تقديم خدمات عالية الجودة وأفضلها للجميع وذلك لضمان الكفاءة العالية والسلامة اللازمة في تقديم هذه الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء هو التعزيز لتوفير رعاية صحية متكاملة جاء برنامج الاعتماد الوطني للمؤسسات الصحية الذي اعتمد من قبل مجلس الوزراء خلال جلسته الإسبوعية ليكون معززا لمنظومة الرقابة والذي سيمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية الواردة في الخطة الوطنية للصحة بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية ويشرف على هذا البرنامج الهيات الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية قانونيا على إجراء عملية التقييم لكافة المؤسسة الصحية المرخصة في المملكة وتشمل عملية الاعتماد على التقييم الذاتي والتقييم الخارجي وعملية المراجعة المستخدمة لتقييم آدائها فيما يتعلق بالمعايير المعمول بها وتنفيذ سبل التحسين المستمر لنظام الرعاية الصحية وقد وضعت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 24 معياراً لتقييم مستوى الرعاية الصحية وجودة الخدمات في المستشفيات ومنها الحوكمة والقيادة والإدارة حيث أجرت تقييماً شاملاً لأداء المؤسسة الصحية وتأكدت من استجابتها للمعايير الدولية وقد أسفرت تلك النتائج للمراكز الطبية عن تحقيق 19 مركزاً من المراكز الخاضعة للتقييم استفاءاً كاملاً من 78% من المعايير وفي ذات السياق فقد تم خلال جلسة مجلس الوزراء استعراض نتائج تقييم 23 مؤسسة صحية تشمل 17 مؤسسة صحية جديدة بالإضافة إلى إعادة تقييم 3 مستشفيات ومركزين صحيين في المرحلة الثانية من التقييم وذلك من العامين 2019 والعام 2021 لتحقق بذلك المنشآت أعلى مستويات الآداء والفعالية وفق أفضل المعايير الجودة العالمية وسيعكس هذا التقييم والاحتماد للمستشفيات من قبل مجلس الوزراء على تطور الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء في تقديم العلاج بما يضمن استمرارية العمل مع مختلف الجهات الصحية العالمية فضلا عن دعم الكوادر الصحية وتشجيعهم على بذل المزيد من العطاء خدمة للوطن والمجتمع البحريني طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين